بالنسبة للموضوع هند القحطاني هذا الآن هو حديث المجتمع أو الجدل الدائم في كل اجتماع أنا أقول لكم محدقة كدبت لي أنت ما عندك شي غيرها قلت أقسم لك بالله إيه أفتح كل القروبات عندي يحطون تصرفاتها ويتجادلون ويفسرون أدخل على مجلات سناب شات كلها صورها ما حد يقدر ينكر أنها مثيرة للجدل مو بلأنها خرقت العدات والتقاليد أو سوى جي لا يا كثرهم اللي يبون يشتهرون على حساب التمرد وخرق العدات والتقاليد وينشهرون يومين وينطفي نجمهم لا أنا ما أقصد كذا أنا أقصد أنه هند القحطاني تسوي تصرفات ما نقدر إحنا ناس طبيعيين نفسرها يعني لما تشوفون إنسانيتها العالية جدا مع أطفالها حتى مع الحيوانات لطافتها بساطتها بالتعامل ثروتها اللغوية اللي تحسسك أن هذه إنسانة جدا مثقفة البيئة اللي طلعت منها كيف هي فاهم المجتمع السعودي جدا وبالمقابل تصرفات غريبة منها يعني تحسون أنها تتعمت استفزاز المجتمع مثلا مثلا يعني تصرفات ما تتناسب أبد مع الشخصية اللي إحنا شفناها أبسطها إنها تنبسط لما تتهشتق وتصير ترند هل في إنسان بهالبساطة وهالعلم وهالثقافة وهاللطافة وهالحنان ينبسط ويستمتع لما الناس تسبها هذا شي غير طبيعي وأكيد بيصير أنا سواء معها أو ضدها أنا من الناس اللي أكره أشوف السب وأكره إذاء المسلمين حتى الكفار قسم بالله إني أضايق يعني خلاص أنا الكلمات النابية هذه تضايقني في المجلس ولكن أحب أقول لكل الناس غلط إن الواحد يكون ضد شخص الواحد يكون ضد التصرف التصرف هذا أنا ضده التصرف هذا أنا معه لكن الشخص بحد ذاته ما حد يعلم سرائرة إلا رب العالمين والآن هند القحطاني أصبح الظاهرة لدرجة إنه الآن صديقاتي يعني هذا ترى لأكثر شيء أثارني يقولون فيه متلازمة اسمها متلازمة هند القحطاني إنه فيه شخصية الآن البنات صاروا نمذجة لها شخصية يقتدون فيها أو يسوبونها هي شخصية هند القحطاني فيها الأشياء اللي تلفت نظرهم أو سمات شخصية